حلو معنا النهاردة زي ما قلنا حلوة قوي في الشتاء وقعدت بالليل بنحتاج نشرب حاجة سخنة والله بقى لو حتة كيك الولاد دايما بيبقوا حابين يأكلوا حاجة مسكرة وهم بيذاكروا رايحين المدرسة ومحتاجين ندلهم حاجة تديهم طاقة فما فيش أحلى من الكيك بتاعت النهاردة هنعمل النهاردة كيكة ولا أروع من كده كيكة المكسرات والطمر تحفة أو الفواكه المجففة والمكسرات تحفة جدا لأننا مش حطين طمر بس احنا حطين طمر وقراسيا وحاجات كتيرة جدا فتعالوا بينا يلا نشوف المقادير بتاعتها هنحتاج لها ايه؟ الكيكة هنحتاج لها كبايتين منص من الزي ايه متعدد الاستخدام منخول كويس جدا نص كباية من السكر تلت بيضات تلت تربع كباية زيت كباية من الحليب هنحتاج للمكسرات بقى أو الحاجات الحشو بتاعتنا نص كباية من عين الجمل المجروش نص كباية لوز انصاص بندق مشمشية أراسيا زبيب تمر كل ده متقطع صغير وعندنا بقى معلقة كبيرة من الخل معلقة كبيرة بيكانج باودر معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة فانيليا وزرة ملح دي المقادير طبعا في البيت في حاجات موجودة وحاجات مش موجودة يعني لو عندي سوداني مثلا احطه عندي اي نوع مكسرات اللي انتي تقدري توفريه او اللي موجودة عندك في البيت بقي عندك حاجات بقى من اللي هي المشمشية والقراسيا والزبيب والحاجات دي هتقطعي صغير وتحطيها في الكيكة صدقيني كيكة غنية جدا هتدي الولاد طاقة وهيتعجبهم قوي قوي وهتمد جسمهم بالفيتامينات اللازمة تعالوا بينا بقى نعمل الكيكة كيكة عادية خالص خالص هنبتدي بالبيت يلا بسم الله كل مكوناتنا بدرجة حرارة المطبخ مجهزين الصاج اللي هنشتغل فيه والصاج اللي هنشتغل فيه النهاردة 30 ف40 هو فين يا جماعة طيب جهزوا لي الصاج الصاج اللي هنشتغل فيه صاج مستطيل 30 ف40 وتعالوا بينا حطينا البيت نحط معاه الفانيليا حطينا البيت وحطينا الفانيليا تعالوا نضربهم كويس مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم عندنا السكر ودايما بنقول السكر بتاع الكيك لازم يكون سكر أبيض اللي هو السكر الفاتح وحبيباته تكون نعمة علشان تاخدي نتيجة كويسة يلا نضيفه بسم الله اخفقي بقى البيت والسكر مع بعض كويس احنا حطينا طبعا الفانيليا كمان لغاية ما تحس كده من السكر ده بتاحت ايديكي ودنيا بقى التمام التمام عشان نقدر نضيف بعد كده بقية المكونات الكيك ده ممكن تعمليه في الخلاط عادي جدا جدا بكل سهولة هتحطي البيت والفانيليا والسكر والزيت والخل والحليب تمام في الخلاط اضربيهم كويس قوي بعدين ننزلهم بعد كده على الدقيق والباكين والبودر والإرثة موضوع سهل جدا لو ما فيش مضرب كهرباء الخلاط بيطلعها زي الفل بدأ الخليط يتجانس السكر بدأ يدوب الدنيا بدأت تبقى تمام تعالوا نحط يلا الخل اللي هيخلي الكيك بتاعتنا لونها فاتح وهشة ونحط كمان زرة الملح يلا خلي اللي بيعمل مفعول السحر في الكيك بيشيل الزفورة ما يخلينا عش نحس بزفورة البيت خلي اللي كيك لونه أفتح هشة أكتر فالوفه ويد كتير جدا جدا في الكيكة تعالوا بينا دلوقتي بقى ننزل يلا الزيت بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا ننزل كمان الحليب بسم الله الرحمن الرحيم ابتدى احنا خلطنا المكونات السيلة كلها مع بعض كويس قوي فاضل عندنا الدقيق فاضل عندنا الباكينج باودر فاضل عندنا القرفة تعالوا نوقف ونبتدى نخلط المواد الجافة مع بعض قبل ما ننزلها يلا بالمنخل على الخليط السيل نجيب معلقة ونجيب المنخل يلا بينا قادي الدقيق نخلينه قبل كده حط عليه الباكينج باودر حط عليه القرفة وقلبهم ونخلهم مرة تانية ضروري جدا بعد ما خلطنا العجينة بتاعتنا بتاعت الكيك احنا عملنا ايه حطينا السويه الاول ودربناها كويس وبعد كده خلطنا الدقيق مع القرفة مع الباكينج باودر نخلناهم ونزلناهم على الخليط السيل وبدأنا دلوقتي نلم الدنيا كلها لان ايه بيبقى في دقيقة في الاركان زي ما انتم شايفين فهينزل معنا بالشكل ده بالراحة خالص الخليط طحفة لونه حلوة قوي يلا بينا بقى هنبتدي نحط المكسرات والفواكر المجففة بتاعتنا زي ما قلنا حطي على قد ما تقدر يحطي اللي متوفر عندك احنا عندنا مشمشية متقطعة هحطها وقادي اللوز طبعا المكسرات والفواكه المجففة غنية جدا بالكالسيم والبيتامينات فمفيدة جدا حتى للحوامل والاطفال والكبار يعني كلنا ناكل منها وايه دي عن جمل كمان التمر عايز اقولكو ان الكيك ده بيتباع عبارات كده في اماكن غالية جدا جدا والبار برقم كبير يعني حتى لو هيكلفنا شوية في البيت بس صدقيني مش هيجي تكلفته حاجة جنب لو هنشتري من برا انا لما بكلته برا بصراحة قلت مش ممكن لازم اعمله علشان انتو كمان تدقوه يعجبكم ان شاء الله بجد الكيك وهمي بصوا جمال يلا بينا بقى احنا يا دوبك عاملين كده الكيك علشان يمسك بس المكسرات والفواكه المجففة مع بعض ويدي برضو طعم حلو جدا خليط الكيك بقى جاهز زي ما نشايفين كده كمية المكسرات والفواكه المجففة بينا جدا فيه حطيت في صاج الصاج ده مقس تلاتين فاربعين علشان عايزة الارتفاع بتاع الكيك قليل مش عايزة عالي قوي هفرد الخليط بتاع الكيك يلا الكيك ده هيعد قد ايه في الفرن بما انه طبقة صغيرة او ارتفاع الكيك صغير فمش هتاخد في الفرن حوالي عشرين تلاتين دقيقة وهتكون جاهزة معانا بعد العشرين دقيقة ابدأ انك انتي تعمل لها تاست كده من النص لو خلاص اللي ستيكس طلعت معاك نضيفة وزي الفل فالدنيا تمام والكيك استوى هفردي بقى وساوي الخليط بتاعك كويس جدا زي الفل ولا وقت ولا مجهود ولا وقت في الفرن كمان وهتستيو معاكي 10 على 10 وتطلع كده حاجة وهمية بالراحة كده ويلا بهنا بقى الفرن بتاعنا سخن على درجة حرارة 170 وعن رف الوسطاني على طول 10 على 10 بعد 20 دقيقة يعمل لها التست من النص بستيكس لو لقتيه طالع نضيف يبقى الدنيا زي الفل خلاص الكيكي استوى وهيطلع معاكي 10 على 10 نشيل بقى وننظف دنيتنا يلا بينا تعالوا يلا دي كده نسخة من الكيك اللي احنا عاملينه تعالوا نقطعها بقى بارات كده عشان نوريكو شكلها ايه طبعا بنقطع الكيك بالسكينة اللي عاملة زي المنشار دي دي اكتر حاجة بتقطعه كويس عشان ما يعجنش ولازم الكيك يتساب يبرد تماما قبل ما نقطعه يلا ناخد بقى هنا ده على ثلاثة يا استاذ حمدي الشمس راحت من زمان بصوا بقى الكيك بصوا الجمال بصوا ايه كمية المكسرات بقى اللي موجودة جواه بصوا بصوا ايه الجمال ده طحفة الله عليها بقى مع كوباية شاي ساعة العصاري هتبقى طحفة جدا يلا بينا ما عايزين بس نبين وتديها لهم بقى في اللانشو بوكس اه لا الولاد ده هينبستوا جدا جدا من الكيك بصراحة هي وهمية عايز اقول لكم هي مغزية جدا بدل ما تكون كيك بس لوحدها كده من غير اي حاجة فابناكل كمية دي كبيرة وخلاص لا دي فيها كمية مكسرات كمية فواكه مجففة هتبقى مفيدة جدا 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 يا دوبك الكيك اللي محطوط فيها مغطي بس المكسرات اللي عنها شاي